بعد كلامك ده عن أحمد نبيل كوكا تعال نشوف التقيير ده عن لعبنا لعب شباب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا بداية مع الكرة زي أي حد بدأت لواليعب في الشارع وكده وبعدين رحت مركز شباب البستين بعدين رحت اختبارات النادي الأهلي 2008 ما كانش لسه فرية 2001 اتعملت نزلت اختبارات مع موليد 2000 فيدلت معهم ثلاث شهور وبعدين نزلت أكديمية نادي الأهلي على ما فرية 2001 تتعمل فيدلت ثلاث شهور في الأكديمية وبعدين تلعت من أكديمية النادي الأهلي اللي نشئين كانت فرية 2001 اتعملت نزلت اختبارات معهم والحمد لله يعني الدنيا مشيت كويس ومن ساعتها في النادي الأهلي بقى لي 11 سنة الحمد لله يعني اشتركوا في القناة احمد صراج قاعد معي سنتين وكابتن شرف قاعد معي سنتين كابتن احمد صراج كان معي كابتن زكريا حسين وكابتن ممضوع عبيد والسنادي طبعا معي كابتن ياسر ردوان وكابتن معتز زينو فبصراحة يعني الناس كلها يعني هنا في النادي الاهل الناس كلها بتحاول تديك اكتر اكتر حاجة انها تساعدك تطلع للدرجة الاولى وتساعدك فوق ان انت ما تحسش بفرق فبصراحة يعني كل المدربين بتيجي تشتغل على الحاجات اللي ناقصة عندك فالناس كلها بصراحة يعني اشتغلت واثرت فيها كتير جدا وبتحاول تطور مني يعني كل سنة وانا بحاول اسعيدهم يعني انا في الاول بطولات المنطقة دي واخد بطولتين منطقة منطقة قاهرة واخد اربعة بطولات جمهورية وكان فيه بطولات كتير اتلغت بسبب الاحداث المؤسفة اللي حصلت دي احداث برسعيد واحداث الزمالك والثورة فكان فيها حاول طلب بطولات اتلغوه ومعها اربعة جمهورية واخدت اتنين منطقة قاهرة وانا صغير انا في الملعب المركزي الاساسي بلعب رقم 6 بس يعني شاركت في كزا مركز خلال السنين اللي فاتت دي لعبت 6 و8 والعبت باكليفت والعبت تحت الفراوضة فبلعب بالحمده اللي يعني بلعب في كزا مركز وبحاول اطار من نفسي في الحتة دي لان دايما بتساعدك ان انت كن متواجد بشكل اساسي ان انت تلعب في كزا مكان مثلا الاعلى في مصر حاليا ديانج مع الناج الاهلي ديانج ماشي بشكل كويس جدا الناس كلها بتتكلم عليه اللعب كويس بيطار من نفسه عن اول مجاه وعالمين كانت طبعا انت في النادي الاهلي دايما احلامك وتموحك بتفضل يعني تطورها كل وقت انت بالنهار دا عايز ايه السنة الجاية عايز ايه طبعا دلوقتي انا بفكر في الفيرس تيم اننا اطلع الدرجة الاولى مع النادي الاهلي وحقق معا يعني اكتر بطولات اخد افريقيا اخد الدوري اروح كاس عالم للاندية الوقتي طبعا لنا منتخب لنا تصفيات امم افريقيا بتونس شهر 11 دا طبعا لازم ان شاء الله اكون متواجد فيها فالواحد بيجد التموح كل فترة معينة يعني بس